هو مونديال المفاجآت يجمع رواد مواقع التواصل الاجتماعي ممن تابعوا المباراة بين الكاميرون والبرازيل حتى وإن لم تتمكن الأسود غير المروضة رغم فوزها في هذه المباراة من التأهل إلى دور ثمن نهائي إلا أنها حققت إنجازا تاريخيا لم يسبق له مثيل في سجل بطولة كأس العالم الأسود غير المروضة منتخب الكاميرون أول منتخب أفريقي يهزم راقصي السامبا في المونديال نتيجة أشهد بها المتابعون الأفارقة على اختلاف جنسياتهم يؤكدون أن هناك شيئا ما يتحرك في القارة السمراء يسجلون تقدما في مجال الكرة بهدوء لكن بثبات على المواقع الاجتماعية انتشرت صورة فانسان بوبكار الذي وقع هدف المنتخب الكاميروني في شباك نظيره البرازيلي عند الدقيقة الثالثة في الوقت بدل الضائع نتيجة جعلت الأسود غير المروضة تغادر المونديال مرفوعة الرأس نقرأ في تدوينة على صفحة الاتحاد الدولي لكرة القدم على موقع فيسبوك تدوينة أعيد نشرها على نطاق واسع تعبيرا عن فخر الانتماء إلى إفريقيا وعن وحدة شعوبها فحتى وإن كانت الكاميرون قد خاضت المباراة أمام التشكيلة الاحتياطية لمنتخب البرازيل وأن فوزها لم يؤثر في تغيير ترتيب المجموعة السابعة إلا أن النتيجة تظل إيجابية محطة فخر واعتزاز على المواقع الاجتماعية اشتركوا في القناة